تفقد وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر تفقد سير العمل بمشروع تطوير منطقة مثلس مسبيرو تجول وزير الأسكان ومحافظ القاهرة بموقع مشروع تطوير منطقة مثلس مسبيرو والأبراج التي تم ويجري تنفيذها التقيا بعدد من السكان المستفدين بوحدات السكن البديل ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة تلبية لطلبات السكان تبقى للقواعد المقررة كما أكد أن مشروع السكن البديل لأهالي منطقة مسبيرو يعد نقلة نوعية للسكان ويحقق لهم جودة الحياة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي